المركز بتاع الدكتور زي حواسل اللي تابع مكتب تسكندرية بالتعاون مع المجلس الأعلى للأسهار كانوا يشغالين هناك ابتداء من شهر سبتمبر 2020 الخطة بتاعت فريق التنقيب كانت علشان محاولة الكشف عن المعبد الجنزي للملك الزهبي توت عن خائمون في بداية الحفاير بدأوا يوصلوا الطبقات كان فيها تشكيلات من الطوب الناي احنا شايفين هو حاجات ده دي الأموليتس اللي هي اكتشفوها في أثناء الحفاير ده عبارة عن تمائم واتشفوا دفنات فبالتالي هم البداية ما اكتشفوش التمائم دي البداية اكتشفوا الأصوار من اللبن واكتشفوا ازاي ما حكتوا قولي أجزاء من منازل فبالتالي ده كان مؤشر ان أنا مش باكتشف معبد انا باكتشف منطقة سكنية أو حي سكني أو حي إدار أهمية الكشف ده أستاذة شيرين بيرجع لأن احنا حوالي 90% من المكتشفات اللي احنا بنلاقيها واحنا بنعمل حفاير في مصر بنلاقيها ذات طابع ديني وجنائزي أهمية الكشف ده ان انا بلاقي مدينة ودي حاجة مهمة جدا احنا دايما لما الأجانب بيقولنا هنا بيسألونا طيب ده معبد ودي مكبرة وده هرم وكلها أشياء ذات طابع دي مدينة كاملة فانتو هم الأجانب ما بيسألوا بيقولوا مصريين كانوا عايشين فين دي المدينة مفقودة ودي مدينة ليه مفقودة ليه بقى لأن كان فيه باستمرار نصوص تتكلم عنها لكن انا مش لقيها بالزبط وفي مكان كمان احنا ما يكونش يعني ما يخطرش عباد لأنه لأسف احنا سفلتنا قطعنا المدينة علشان أوصل الطريق لدير المدينة ووصل الطريق لهاب وودي الملكات فأنا سفلت فطبعا اللي بيعمل حفاير هو صحيح احنا عايمين على بحر من القصار مش في اللقصر بس في مصر كلها لكن هي بتبقى يعني اللي بيعمل حفاير بيقول أنا في المربع ده هحفر بس مش دلوقتي هلاقي ركام لغاية لما ييجي التمويل المناسب الفند المناسب عشان نقدر اعمل الحفاير باكتشاف المدينة دي يا أستاذ الشرين احنا وجدنا مدينة تكاد تكون متكاملة عندي منطقة خدمات عندي منطقة مغلقة قدرت عليها كومباوند عندي كمان منطقة فيها ورش يا منطقة فيها كومباوند لقد نقول حاجة جميلة جدا نقول حاجة مهمة برضو أنا كنت مرة اشتريت كده وحدة صغيرة فكنت بروح اتابع الوحدة دي في كومباوند برضو فقالولي مش عارف ايه عند مصنع الطوب فإذا في مصنع طوب فقال بالكومباوند بيمول الكمباوند ده بالطوب اللي لازم تخيالي حضرتك ان المدينة اللي اكتشفوها دي كان فيها مصنع طوب بيتختم بالخرطوج بتاع الملك اللام وانشأت في عهد المدينة نب معت راع وهو من حطب الثالث اللي اسات زيتنا بيطلقه عليه سلطان الفرعنة ده تاسع ملك من ملوك الأسرة 18 أنا بتكلم في حوالي 3400 سنة يعني هو 1500 قبل الميلاد 1400 قبل الميلاد يعني بتكلم في 3400 سنة ومن أعظم الحكام اللي حكمه مصر لأنه حكم ما يقرب من 40 سنة تخيالي حضرتك الطوب اللي بيبنوا بيه جنب الكمباوند فيه مصنع الطوب مختوم مختوم وفيه صور أنا بعتها لحضراتكم فيه الصور عليها الطوب عليه ايه صور الكمباوند لو حيك شفت السور المتعرج ده بجمع الشباب في الكنترول راجعون ده الصور الأول علشان يشرح عليه لو حضرتك شفت السور المتعرج ده لأن أنا عندي شور رئيسي ده الصور؟ ده الأميولتس اللي تلاقيت اللي هي التمائم وآه ده العظيم أمن حطب التالي أمن حطب التالي أه ده من أهي بصي بقى حضرتك ده سدادة طينية اللي هي المدورة دي وده الصور أهو صور المتعرج الجميل بقى الجميل إن الصور ده ليه مدخل واحد بس إذن للتأمين وضبط الدخول والخروج في المكان ده لأن ده مش مكان الخدمة ده المكان اللي قد يكون فيه الحي السكني والإداري وقد يكون هناك برضو القصر بتاع الملك أمن حطب التالي أنا عايز أقول حاجة بس بسيطة المكان الدائم لإقامة الملوك في الأسرة 18 كانت طيبة يعني البر الشرقي البر الغربي ده كان للدفن والأحياء اللي كانت بتبقى موجودة هناك زي دير المدينة زي مدينة اللي هي اللي احنا شافينا قدام حضراتكم دي دي كانت لو الملك هيروح هناك يبقى الأصر اللي موجود ده يعتبر كإقامة مؤقتة أثناء تواجد الملك في المكان ده طيب إحنا سمينا لقينا المدينة دي متسمية تحن أتون وده اسم يخلينا يطرح الكثير من التساؤلات المعبود الأعظم في الوقت ده معبود الإمبراطورية المصرية كلها كان أمون رعا أمون رعا ولو حقيقة تفتكر إحنا تكلمنا في حلقة قبل كده عن الدين من حوالي كم شهر كده وقلنا إن بدأ يظهر نجم للمعبود أتون مع ابن أمنحوتب تلاتة اللي سمى نفسه بعد كده أخناتون هو كان الأول أمنحوتب أربعة وبعدين بقى اسمه أخناتون وبدأ يتوجه لعبادة المعبود أتون معبود الشمس إله واحد أحد هو كان عايزه كده فلما أنا في عز سطوة كهنة أمون اللي هم كانوا يعني قوة لا يستهام بيها في أثناء الأسرة 18 و19 وأسمي المدينة دي باسم أتون دي هتفتح باب لتساؤلات كتير جدا خصوصا إن أخناتون شارك أبو أمنحوتب ثلاثة في الحكم لمدة 8 سنوات معنى كده أن أخناتون بدأ إرهاصات وفرد أفكار جديدة على الديانة المصرية وقتها وقتها والدليل على كده أن المدينة العظيمة دي مدينة دي على فكرة هي لسه تحت الحفاير لسه ما تمشرتش يعني احنا اكتشفنا أجزاء من المدينة الدكتور مصطفى وزيري ودكتور زي حواس أعلنوا إن اللي اكتشف من المدينة دي فقط التلت وقد تكون ممتدة لها امتداد زي ما أنا قلت لحضرتك هي المدينة مقطوعة بالأسفلت اللي بيودي على مدينة هابو احنا شايفين أجزاء منهم اه قد يكون المدينة دي ممتدة لغاية مدينة العمال في دير المدينة وشايفين بعد المقتنيات اللي كانوا اه الاميولتس عارفة كمان حضرتك يا أستاذ الشريب الاميولتس اللي حضرتك شايفاها دي اكتشفنا كمان الاستنباط الأوالب اللي بتصنعها في مصانع زجن دايما بنشوف على جدران المعابد دايما نشوف ان في مناظر حياة يومية بشوف موسيقى بشوف ألعاب بشوف تصنيع بشوف منتجات بشوف غزل ونسيج طب أنا ما لقيتش الحاجات دي اهمية المدينة بقى لما بكتشفها لأنها حضرتك ايه الطبقات مع مرور الزمن غطت المدينة دي فأنا لقيت البيوت متضمنة كل أدوات الحياة اليومية وده الأهمية إن أنا بلاقي الأدوات بتاعت الغزل ونسيج يعني كان فيه حياة كاملة بالزبط بالزبط وكانت الناس بتشتغل كمان في صناعة الغزل ونسيج غزل ونسيج عندي هناك غزل ونسيج عندي زجاج عندي فخار وغدبال حضرتك فكل الكلام ده بيديني جنب احنا في علم المصريات يا أستاذ الشرين عندنا مشكلة كبيرة جدا احنا ما لقيناش كل اللي سابول المصريين القدامين فبالتالي أنا عندي رقعة كبيرة كده زي البازل كل ما بلاقي حاجة بحطها في مكانها كل ما بلاقي حاجة أعمل كشف زي الكشف اللي اتعمل ده بروح حاططها في مكانها حلقات حلقات مفقودة لما بحطها كلهم مع بعض بتكون لي صورة قد تكون أقرب للحقيقة لما أجي أتكلم عن حضارة عظيمة شوف حضرتك مثلا حاجة زي كده لأ منحط التلاتة وزوجته الملكة تي حاجة في منتهى الروعة التمثال الرائع وقادي عندنا الفخار وعلى فكرة الفخار ده لأ وفي حاجات ملونة وعليها سدادات طينية وعليها كمان ومحتفظة بالألوان من 3 تلات تلات سنة ومحتفظة بالألوان ليه بقى؟ لأن شوفي حضرتك الأسوار المتعرجة شوفي حضرتك الفخار والفخار ده كان ليه سدادات والسدادات دي عليها الأختام بتاعت أمنحط التلاتة ولقينا كمان من ضمن الحاجات الجميلة في زلعة من الزلعة دي لقينا قطع من اللحم المجفف جميل القطع من اللحم المجفف دي اللي هي واحد كاتب عليها نص جميل جدا لحم مسلوق من السنة السبعة وتلاتين للملك بمناسبة عيد السد اللحم ده اتقطع في جزارة خع لا سوري في جزارة خع الله وقطعها الجزارة اللي اسمه يوي فأنا عندي مين اللي جففها عشان تفضل أنا عندي عيشة وعندي وعندي حاجات بترضي نهم عشاء الأسار إحنا إحنا كناس بتبحث في الأسار بنفضل بندور باستمرار إحنا عدنا سنين ندور من أبو الملك الزهبي توت عن خامون سنين يعني لغاية من عشرين خمسة وعشرين سنة إحنا مش عارفين لغاية لما جاء عمل وبدأ دكتور زاهي يعمل دي ان ايه ويشوف هنا ويشوف هنا اكتشف أن توت عن خامون ده ابن أخناتون لكنه مش من فرتيتي من زوجة تانية اسمها كية فبالتالي أنا لازم أبحث هو علمي بيخليني باستمرار أدور وأبحث وأذاكر وأحط المعطيات اللي عندي اللي جاية من اللوكة الأسارية كلها جنب بعض عشان أوصل لمعلومة النهاردة تبقى موثقة بكرة لو اكتشفت حاجة تاني ممكن أغير رأيي وده جمال علم الأسار وده اللي خلاها تاخد لقب أفضل اكتشاف أفضل اكتشاف أسري لعام هي مدينة مهمة جداً على فكرة دكتور زاهي لما اكتشف في 1990 مدينة العمان اللي بنوا الأهرام اتكلم عن اكتشاف مهم جداً هو مارك لينر في 1990 لما هو يرجع تاني النهاردة في 2021 في إبريل ويقول لا الاكتشاف ده أهم اكتشاف حصل بعد تان خامون أكيد إحنا بنتكلم في حاجة مهمة جداً النهاردة المدينة الذهبية دي فاندم من طبعاً اكتشاف 21 أهم حاجة بتعكسها هذه المدينة ده غير إنها طبعاً اكتشفنا إخناتون وأتون وقصة الموميوات الذهبية بقى عشان فيها ليه المدينة الذهبية؟ ليه الاسم؟ هو الاسم جاي من إن هو أتون والشمس وهي في حد ذاتها نوب، ذهب لكن هما في الاكتشافات ودي حاجات ما قدرش أتكلم فيها قد تكون لم تنشر بعد الغطيان بتاعة الموميوات باستمرار أو التوابيد بتبقى فيها رقائز ذهبية فبالتالي يعني بنتديها اسم المدينة الذهبية بنتديها اسم شو شوية لإن إحنا هل المدينة دي عشان فيها كومباوند ومصنع لطوب زي ما كانت للأثرياء أو للأعيان وقتها؟ أه ممكن بصي أقول لحضرتك أكيد في الأماكن اللي هي مؤمنة فيها سور وأكيد الأصر اللي بنتكلم عنه بتاع أمنحوطب 3 أنا بتكلم عن أصر ملكي فاللي هيبقى قاعد حواليه حوالين الأصر ده تأمينيا هيبقى من الخاصة الملكية أهمية المدينة إن هي بتدي لي لمحة مهمة جدا عن حياة موجودة من 3,400 سنة حياة موجودة ناس بتشتغل جزار بيقطع لحمة وبيحطها وبيحتفل بعيد السد وبيقرخ بالعام 37 لحكم الملك عندي مصنع زجاج لقيت ركام زجاج ملوش أول ولا آخر بس أنا لم أتحصل حتى الآن على المصنع عندي مصانع موجودة وورش شغالة ففي حياة أنا هنا ما بتكلمش عن العالم الآخر ودي الأهمية زي ما أنا بدأت كلامي مع حضرتك إن إحنا معظم الحاجات اللي إحنا بنلاقيها المكتشفات ذاتها طابع ديني أو جنائزي أنا هنا بتكلم عن حياة بتكلم عن جزار بتكلم عن بيت بتكلم عن شكل منزل الحجرات بتاعته أنا عندي سور ممكن يوصل ارتفاعه لتلاتة متر إذن أنا هنا بتكلم عن حياة ما بتكلمش عن الحياة في مبعد الموت أنا بتكلم عن مكان أخناتون بدأ ينشر فيه أول خطوات التالية أخيرا يا فندم إيه المتوقع بعد كده إن شاء الله زي ما بقول الحضرتك وزي ما نقول باستمرار إحنا عايمين على بحر من الأسار في كل مصر إحنا من كام يوم من أسبوعين اتكلمنا في تابوت جرانيتي لقناه تحت منزل في عين شمس فبالتالي إحنا باستمرار ننتظر المزيد من الاكتشافات اللي بيعملها وزارة الأسار طيب دلوقتي عايزين نعرف مدهارتك مدينة الذهبية الأقصر هل أنا شايفة أن الأقصر دي فيها تلت أسار العالم؟ أعتقد أنها فيها كل أسار العالم لا تلت لما علاقت السيئنان على ده أعظم اكتشاف لعام واحد وعشرين متوقع أن الأقصر في الفترة لعام اتنين وعشرين إيه اللي تشوفوا من إزدهار هذه المدينة التي تعد من أعظم المدن الأسارية على مستوى العالم؟ إحنا كنا قبل كده ما بنعرفش نوصل صوتنا كويس يعني إحنا بنكلم بعض يعني لما أعمل اكتشاف أو عمل افتاح أنا أكلم أستاذ عشرين وأستاذ عشرين كلم أستاذ دينا إنما مؤخرا مع الموكب بتاع الموميوات ومع المكتشافات اللي حصلت في سقارة ومع افتتاح طريق الكباش قدرنا نوصل صوتنا للعالم بنستخدم التولز اللي بيستخدموها كل الدول المتقدمة في الميديا بمعنى إن أنا بعزم كل السفرة وبعزم كل وكالات الأنباء العالمية وبأشركهم معي في الافتتاح وده بيدي مردود كويس جدا لأن إحنا يعني بيجي لنا المردود ده فورا من الأجانب أصدقائنا ومش عايزة أقول لحضرتك إنه واحد من أكبر المستثمرين في مصر في البتروكيميويات شركة إيطالية أنا كنت مستحبه في أحد الزيارات اللي إحنا بنعملها لقيته مطلع لي من على التليفون قال لي عاكف أنا شفت حاجة مبهرة شيء مبهر الموكب بتاع الموميوات فشوفي حضرتك إحنا قدرنا إزاي نوصل لناس حتى مش جايين مصر بغرض السياحة إحنا جايين إحنا بنوصل وبنقدر نوصل صوتنا ودي حاجة حقيقة تحسب للقائمين في وزاعة السياحة والأصدق يعني أخيرا عذاف إنعكاسات هذا إن أنت قلت إن ده هينعش الاستثمار كمان طبعا طبعا تتوقع شتاء على مصر إن شاء الله خير إن شاء الله إن شاء الله هي حياة مو التثمريا بفضل ربنا سبحانه وتعالى بس يعني ربنا يرفع الوباء عن العالم لأن إحنا مش من عندنا إحنا إحنا جاهزين التولز بتاعتنا كلها جاهزة الأدوات جاهزة تأمينيا على أعلى مستوى الدولة موفرة كل حاجة وعندنا حجوزات بفضل الله تعالى في شرمه وفي الغرداء وفي مرسى عالمه وفي الصعيد إحنا عندنا حجوزات كويسة جدا فإن شاء الله يكون موسم مبشر على مصر بالخير بأمر الله بشكرك جدا بشكر الدكتور عاكف إبهين الخبير الأسري وبطلع معاك واسبكم مع زميلة دينا هتشوفوا معنا النهاردة دينا هتكلمنا عن طبعا مؤتمر الأول المتحدة لدول الأطراف في مكافحة الفساد وقابلها هنشوف معاكو تقرير عن مرور 25 عام على مركز الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس هنشوف التقرير ده ونرجع مع دينا نعرف بالزبط قد إيه أن النهاردة العالم بيتابع وبيكافح الفساد من أجل الحياة بتحديات قادرة أن احنا نواجه هذه التحديات كل العالم بس المهم أن احنا كلنا نتوجه للتنمية المستدامة عشانكم دلوقتي مع تقرير مرور 25 عام على إنشاء مركز الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس المؤتمر العاشر لكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس وفي نفس الوقت بنحتفل باليوبيل الفضي ليهم بعد 25 سنة من إنشاء زي الكلية في جامعة عن شمس العريقة يعني اللي نشرف برئاستها وطبعا هو جاي في وقت مهم جدا لأن إحنا بنتكلم على التحاول الرقمي بقى أنه سنين في العالم لكن التحاول الرقمي أخذ منحة وصراعات واسلوب آخر خالص في آخر سنتين نتيجة كوفيد 19 الذي اكتاح العالم فكل حاجة بقت التعليم الصحة الريتيل أو التجارة التجزئة كل حاجة بقت عن طريق الانلاين أو عن بعد وبالتالي الوتيرة بتاعت التحاول الرقمي اللي كتمشي كتمشي بصراعات معينة وبخطة معينة ما قبل 2020 ومن 2020 2021 خدت صراعات تانية أخرى كثيرة ده داخل ما في نفس الوقت مع الثورة الصناعية الرابعة والتخنيات الجديدة اللي ما أصبحتش جديدة بأصبحت واقع بينيشه إزا كالصناعي علم الروبوتات إنترنت الأشياء كل ده هيتعرض له المؤتمر هذا العام طبعا وتعرض له الحقيقة في العام السابق ولكن بصورة أخرى وزي ما بقول دايما في تطبيقات أسرع وتطبيقات أشمل وأعام بنتكلم على جماعات سمارت وجلين يونيفورسيز جماعات زكية وخضراء برضو بيصب في نفس الاهتمام للمؤتمر هذا العام وكل حاسبات المعلومات مكلفة من جامعة عن شمس من مجلس جامعة عن شمس بقالها سنة ونص بالتحاول الرقمي الكامل للجامعة عن طريق تطبيق اليوم أس أو اليونيفورسي مانيجمينت سيستم اللي بيميكن كل حاجة من أول دفع المصاريف إلى التدريس طبعا بكل المنصات التعليمية إلى الامتحانات الإلكترونية إلى الكنترول الإلكتروني يعني كل حاجة زي مقول أكراس بورد من الألف للياء بتبقى مميكنة من أول بوابات الدخول فكل ده واقع على عاطق كلية الحاسبات المعلومات جامعة عن شمس التي هي بتقيم المؤتمر هذا العام النهاردة إن شاء الله وفي نفس الوقت كمان لازم أقول على موضوع الدراسات البينية البرامج البينية والبحث البيني يعني بحث بيني يعني بدل ما كانت طول عمرنا من مئة سنة أو أكتر الكليات قائمة زي ما أنت عارف طبه وهندسة وصيدالة اللي هي دلوقتي أصبحت بينية أو ترانس ديسيبنري أو ترانس ديسيبنري بمعنى أن الكليات بقت تشتغل مع بعض في برامج معينة ليه بنعمل كده عشان التغيرات المتلاحقة لأنا قلتها وعشان احتياجات سوء العمل تجد سوء العمل بتتغير وتغيرت بسرعة جدا فعشان تقدم منتج وخريج قادر على التأقلم وسد الفجوة في سوء العمل المطلوب لازم أخرج خريج من نوع تاني شوية صحيح كلية التقليدية تفضل موجودة مدى الظهر لأن هي اللي بتغزي هذه البرامج البينية ولكن البرامج البينية بتحتاج تداخل الكليات مع بعض الكليات الحاسبات المعلومات والتحاول الرقمي لاعب أساسي في جميع البرامج البينية نتيجة التغيرات اللي حصلة فهي دخلة مع الهندسة ودخلة مع الطب ودخلة مع الصيداء يعني ملموس على أرض الواقع هي بمعنى بسيط جدا عشان كل الناس تقدر تفهمه هي إزاي نحول للآلة إنها تفكر وتاخد قرارات زي البناء آدم أو زي الإنسان فالحقيقة دي مهمة صعبة وتسكي مش سهلة إن احنا نحول للآلة إنها تفكر هي الآلة الحقيقة حوالينا في كل مكان وبتتحرك وبتتكلم وكل ده لكن ما بتفكرش بالطريقة اللي يفكر بها البناء دي مش هنوصل لمية في المية طبعا لأنه طبعا لا يقدر على القدرة دي غير ربنا سبحانه وتعالى لكن بنقدر نقول إن بنسبة كبيرة هتساعد الزكاء الاصطناعي فيما كانت حاجات كتير روتينية في حياتنا وغير روتينية كممكن الإنسان بيضيع فيها وقته لكن هنقدر نعملها عن طريق الزكاء الالة أو الزكاء الاصطناعي احنا بالنسبة لنا مثال حي جدا مجايبين معنا النهاردة إن شاء الله هو مثلا الروبوتات عموما وعلم الروبوتس إن ممكن الروبوتس هو يستخدم في المصانع يستخدم في المستشفيات في بعض المهام اللي لا علاقة بالتمريض ممكن مثلا يستخدم في المطارات ممكن يستخدم كمرش سياحي ففي أمثلة كتيرة جدا حوالينا وقريبة وعلى وشك التنفيذ إن شاء الله في الزكاء الاصطناعي في تطوير الصناعة في تطوير البنوك في تطوير الأعمال الإدارية في المجال الطيران والمجال الجوي في مجالات حقيقة متعددة منها كذلك المجال الهيلث أو المجال الطبي أو الصحي لأن ده مجال مهم جدا وزي ما حضراك عارف بالنسبة للحاجات الحادثة حاليا مثل البنديميك أو الفيروس ده كذلك بيتطلب مننا إن احنا نتعامل مع هذه الأشياء بأسلوب تقنية على مستوى رفيع جدا والزكاء الاصطناعي ليه دور كبير جدا في هذا الموضوع فإن شاء الله كل هذه الأشياء بيتم منقشتها على المستوى الرفيع مع الجهات المختلفة إن شاء الله في أثناء الجلسات في هذا المؤتمر مصر جاية مصر جاية بالإيدين المصراوية